بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم ضمن هذا البرنامج عن مواضيع العقيدة الإسلامية ونخص في هذه الحلقة الحديثة عن التوكل على الله تعالى وثمراته فالتوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض وهو من عمل القلب يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غير الله قسمان أحدهم التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله تعالى عليه من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على السبب والتوكل الجائز هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب والأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا يقدر عليه إلاه من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأمر سبحانه بالتوكل عليه وحده لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عن من لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله كالذين يتوكلون على القبور والأضرحة وسائل الأوثان فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وما رجى أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه انتهى والتوكل على الله من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه قال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا والآيات في الأمر به كثيرة جدا قال تعالى ومن يتوكل على الله فوحسبه إن الله بالغ أمره قال الإمام بن القيم رحمه الله على قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولابد والله تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أن يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون سواه وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها فإن الله سبحانه قدر مقدورات مربوطة بأسباب قد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالأخذ بالأسباب طاعة لله لأن الله أمر بذلك وهي من عمل الجوارح والتوكل من عمل القلب وهو إيمان بالله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال بعض العلماء من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب والأخذ بالأسباب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان قال الإمام بن رجب رحمه الله والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام أحدها الطاعات التي أمر الله بها عبادة وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فمن قصر في شيء من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة قدرا وشرعا قال يوسف بن أسباط يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له والثاني ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستضلال من الحر والتدفئ من البرد ونحو ذلك فهذا أيضا واجب على العبد تعاطي أسبابه ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة لكن الله سبحانه وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقاء وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك والقسم الثالث ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب إلى أن قال رحمه الله وقد روي عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزار التقوى وقد سئل أحمد رحمه الله عن من يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله فقال ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب قد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله وقال الله سبحانه وتعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وأخرج الترمذي من حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقلها أو أتوكل قال يا رسول الله أعقلها أو أتوكل أو أطلقها وأتوكل قال عقلها وتوكل وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة بل قد يكون جمعهما أفضل وقد لقي عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتأكلون إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله وبهذا القدر كفاية إن شاء الله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا